نظم المجلس العربي للمياه المنتده العربي الثالث وكان بعنوان معا نحو مستقبل مائي عربي آمن وكان تحت رعاية جامعة الدول العربية ووزارة الموارد المائية والريب مصر في إطار نقدر نقول اهتمام المجلس وتأديره لدور الفن قخوة نعمة ودور الفن نقدر نقول ان هو تعبير عن ممكن القضية او المشكلة بشكل مختلف وبشكل يقدر يوصل بشكل اكبر من محاضرة طويلة يعني ممكن انا من خلال صورة او طابع او بوستر او اغنية ممكن افهم المشكلة وتأثر فيها اكتر من ان انا اسمع معلومات كتير او حتى ما يبقاش في المجال ان انا اسمع المعلومات دي من خلال الوقت في وسائل الاعلام او غيره لكن ممكن ان انا اشوف بوستر في الطريق ابقى مدرك ابعاد المشكلة انا يساعدني في هذه الفقرة يكون معايا استاذ دكتور عادل عبد الرحمن وهو كان رئيس لجنة التحكيم بالمسابقات الفنية اللي نظمها المجلس في منتداه العربي الثالث اهلا بك دكتور اهلا بحضرتك يعني عايز اتعرف على كبداية على طبيعة المسابقات طبعا هو شيء مبشر وشيء جميل جدا من نسبة الفنين التشكيليين ان اشعروا باهمية احساس المسؤولين باهمية الفن التشكيلي في حل مشكلة من المشكلات الكبيرة جدا اللي بتواجه البشرية بشكل عام وبتواجه الانسان العربي والانسان المصري بشكل خاص فالحقيقة يعني تم تنظيم هذه المسابقة هي مش بس مسابقة هو معرض كمان في اطار المنتدى وفي نفس الوقت المسابقة عشان كنوع من التحفيز انه يبقى فيها يعني مشاركة عالية فيها مشاركة يعني زيادة شوية وبالفعل كان فيه مشاركة يعني معقولة قوي بالنسبة للفنين التشكيليين من كافة انحاء العالم هي كانت مسابقة عالمية وطبعا كان لها دور يعني جميل جدا ويعني اثرت تأثير مباشر في الناس بالنسبة للموضوع بتاع المنتدى او المشكلة اللي بيعالجها او بينقشها هذا المنتدى هم كانوا ثلاث مسابقات مسابقة للرسم والتصوير الفوتوغرافي والافلام القصير تمام 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 في مسابقة يعني نقدر نقول ان العداد المشاركين وجنسياتهم والقضايا اللي بيتناودوها من خلال هذه المسابقة يعني هو كان فيه طبعا عداد كبيرة ويعني من جنسيات مختلفة من امريكا ومن العراق ومن الاردن في حد فاز من الاردن وفي حد فاز من المغرب وطبعا من مصر طبعا المشاركة الاجبر لانها الدولة الموجود بيها المنتدى الدولة المنظمة للفاعلية وفي نفس الوقت طبعا مصر عموما قلب الامة يعني في المسابقات الثقافية والتشكيلية وكده يعني يعني كان بشكل بسيط كده يعني نقدر نقول الشروط بتاعت المسابقة هل الفن التشكيلي ليه مدارس مختلفة؟ هل كان فيه معايير معينة لاختيار اللوحات للتعبير عن هذه المشكلة؟ أهم الدول المشاركة حدرتك بتقول إن هي عالمية بس والمنتدى كان يعني في إطار جامعة الدول العربية في أهم الدول اللي شاركت في هذه المسابقة لا على فكرة فيه ناس من أمريكا اشتركوا فيه ناس يعني مش بس عربية آه مانا بقول لحضرتك إن هي عامة مسابقة التواصل العالمية لإن فينا ستانية اشتركت من جنسيات تانية تمام طب وأهم الشروط لدخول المسابقة هو طبعا حضرتك أي مسابقة بيبقى لها السلوجان بتاعها أو الشعار بتاعها فهو شعار الممتدى كان معروف معا نحو مستقبل عربي مائي آمن بهذا المعنى يعني بالمحطوط تحت هي ثلاث بنود أو ثلاث محاور مرتبطة بالمشكلات اللي ممكن تكون موجودة بالنسبة للمياه إزاي ندير المياه على المستوى العربي إزاي إمكانية إنك إنت يبقى فيه تنمية مستدامة للمياه إزاي إن إنت يعني اتحقق التنمية الغذائية أو التكافل الغذائي في وجود هذه المشكلة أو هي نقص المياه فكل ده لازم يضع في الاعتبار احنا بنحط الأول السلوجان أو الشعار دوك كشرط أساسي إن لازم الأعمال الفنية تكون لها علاقة أو لها ارتباط بهذا الشعار يعني يعني مش أي فنان عنده لوحة في البيت فهيروح مشارك بيها لا بالعكس لازم يشوف الأول الفكرة ويشوف الفكرة الموضوع رئيسي هو اللي بيدور حوالينا بيشتغل كلنا تحت شعار محدد الأعمال المشاركة كل واحد بعد كده من وجه نظر حياتك بيتكلم عن المدارس واختلاف الهساليب دي ما بتتحددش طبعا في شروط لكن ممكن الشروط مثلا إحنا نتكلم عن المساحة فإحنا حطينا مساحات في حاجات بيتم عمل على الورق وفي حاجات ممكن تشتغل على أطوال وعلى مساحات كبيرة لكن عندنا مثلا شرط إن أقصى حاجة ما تزيدش عن متر في متر وحصل بالفعل إن إحنا لقينا أعمال تشكيلية أكثر من هذه المساحة فأوتوماتيك يعني اللجنة بتركينا على جنب لإن بيبقى ده مخالف للشروط الموضوع أو الشروط اللي إحنا حطينا طبعا إحنا بنسيب بقى الحرية بعد كده للفنان إن الفكرة بتاعته تطلع سريالية تطلع تكعبية تطلع تجريدية دي حاجة خاصة بالفنان لأن كل فنان له المهم إن هي تبقى معبرة عن الموضوع المهمة معبرة لكن طبعا كل واحد معبر يعني بشكله شخصي إنه الفن زي ما حضرك عارف هو نوع من التعبير عن مشاعر وأحاسيس وانفعالات وحاجات يعني بتخرج من الفنان ذاته فبالتالي كل فنان لابد إن يكون له يعني الخصائص اللي بيتميزه هو كفنان مستقل اللي ما يكونش فيه طبعا أنت شاب لابد برضو من ضمن الشروط إن الفكرة تكون فيها حاجة اسمها الأصالة بمعنى إن هي تكون فكرة الفنان يعني مش منقولة مفيش حق ملكية الفنانية لكن إحنا بنحطه برضو في الشروط شرط آآ كنوع منها الاحتياط إن إحنا غير مسؤولين عن هل كان فيه فئة عمرية محددة ولا الموضوع كان مفتوح لك فيه جزء خسر الأطفال يعني أو صغيرين الشباب من 8 سنين حتى فيه ناس كسر